أليس كذلك؟ تعالوا معنا إلى ماذا؟ تعالوا معنا إلى إسلام المسلمين يا عادات وتقاليد في المسلمين الآسيوي، الأسود، الكردي، العربي، البدوي، المدني تقول لي سيدنا يعني شنو؟ ما فهم الجواب عزيزي مكتوبة دراسات هسا مع الأسف الشديد في حوزاتنا العلمية هذه الثقافة ما موجودة فقط أنا أشير للأعزة مولانا أكو دراسات إلى الآن مكتوب 11 عنوان للإسلام مولانا أنا أقرأه لكم أعزائي أقرأ هذه العنوين هذه موجودة في آخر كتاب من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث النشأ المستأنفة جورج طرابيشي أعزائي الإخوة اللي يردون هذه العنوين يحصلوها قل يحصلوها مولانا تعالوا أقرأ لكم مولانا الإسلام أعزائي التفت جيدا الإسلام الأسود الإسلام الآسود إسلام الأكراد الإسلام البدول الإسلام الخارجي الإسلام السني الإسلام الشعبي الإسلام العربي إسلام الفقهاء إسلام الفلاسفة إسلام المتصوفة إسلام المتكلمين إسلام المجددين إسلام عصور الإنحطاط إسلام عصور الإسلام في المدينة طبعا أنا فقط هنا اللي كان عندي كان عندي عشرة من هذين المولانا جيبتني هذا الإسلام الأسود هسا أنت إقرأ شوف الخصائص اللي يذكرها مرتبطة بمأي ثقافة ما مرتبط افترضوا أن العالم أسود لو أن العالم ماذا أبيض وإنما هذا الإسلام عندما جاء إلى المجتمعات التي لونها أسود أخذ ماذا أخذ طابعا معينا لماذا لأن هذه المجتمعات قبل دخول الإسلام كان أدها ثقافة لو ما أدها ثقافة عدها فكر لو ما أعدها فكر فصبغت الإسلام الوارد عليها بأي صبغة ها بصبغتها مولا فصار لا من أسود هذا إسلام المسلمين هذا مو إسلام العلماء ولا إسلام ماذا ولا إسلام النظر أنت تعالوا الآن إلى الإسلام العربي والإسلام شنو الفارس يعني شنو عربي وفارسي الجواب هذا البعد القومي ده يؤثر أو لا يؤثر ولهذا يكتب إسلام الأكراد يقول الأكرادا بحسب ثقافتهم عندما جاء إليه الإسلام صبغوه بي صبغتهم طبعا زمارد أدخل له كم ماتي هنا الإسلام السياسي والإسلام شنو ها غير السياسي لا غير السياسي البعض هذا اللي الآن تصطلحون عليه الإسلام شنو الحركي أليس كذلك الإسلام الحركي ما هو يعني الإسلام السياسي أصلا أوضح من هذا الإسلام الأمريكي والإسلام غير الأمريكي هذا بمرتبط بماذا مولان ها مرتبط بالسياسة قل هذا لان الصلاحات موجودة بعد الإسلام الأصيل والإسلام ماذا والإسلام الأمريكي هذا المقسم ما له ما هو مقسم له القرآن مقسمه العلماء لو مقسمه ما هو السياسة عزيزي السياسة